نرجع إلى موضوع طريق اللي هو رح يكون واصل إلى هذه المدينة يعني هو مكمل يعني شوف خطوات اللي تتخذها الحكومة حقيقة هي خطوات صحيحة ومتسلسلة لأن احنا بالسابق ستراتيجيات الخاصة بموضوع السكن كانت خارج مراكز المدن بتوزيع قطاع عراضي لكن ما كانت توصل لها خدمات طرح شنو فائدة مجمع ومدينة سكنية لا طريق مؤدي إلها لا سوء بيها لا مدرسة لا مستشفى لا جسر لأن هذه المدن يعني ذكرت لك أنه هي رح تكون مدن حضرية ومستدامة وسيراعى فيها كل معايير البناء المستدام لذلك بكل تأكيد سوف تكون بأجاذبة قوية للناس العادة وتسكن خصوصا عندما تتوفر هذه الخدمات هذا الطريق هو يتكون من جزئين حقيقة الطريق الحلقي اللي يربط هذه المدينة يكون حول المدينة اللي هو بطول 34 كيلو متر وبيعرض 12 متر وأيضا هناك طريق رابط سيوصلك إلى هذا الطريق الحلقي اللي هو يحيط بالمدينة اللي هو بطول 23 ألف كيلو متر وأيضا يربط بطريق بغداد الكوت وهناك أيضا مجسر على نهر ديالة ضمن هذا الطريق وأيضا هناك التقاطعات اللي موجودة ما بين الطريق الرابط مع طريق بغداد الكوت وما بين الطريق الرابط مع هذا الطريق الحلقي بكل تأكيد هناك أيضا مجسرات وتوسع للتقاطعات اللي موجودة به أيضا راعينا أثناء التصميم يعني من خلال الفترة الماضية احنا كنا نشتغل على هذا الموضوع هذا صراحة موضوع ربط بالطريق الحلقي اللي هو حول بغداد الطريق الحلقي الرابع اللي راح يربط كل مداخل بغداد الرئيسي أيضا تم مراعاة هذا الموضوع في إن شاء الله